اشتركوا في القناة 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 ضد ألف تميين مثلا. فهنا لمئة سنة تقريبا من عام تسعمية وخمسة وربعين بدأت الحقبة السلجوقية الخلفاء السلجوقيين الخلفاء العباسيين يتسمونها بسبغة دينية فقط. لكن القيادة العسكرية لست لاجقة. هنا العالم الإسلامي بدءا من القرن الحادي عشر الدولة السلجوقية بدأت تظهر كقوة جديدة في خراسان كقوة قوية يعني انتصروا على غزنة في حرب دندنكان ألف أربعين من أفغانستان في غزنة وبدأوا بأس الوسطى دخلوا دخلت السلاجقة للأرض الإيرانية وهناك السلاجقين السلجوقيين أو السلاجقة مسلمين وشوافحة طبعا تنقوا الإسلام والمذهب الشافعي وبنوا علاقات مع الشياء الفاطميين أيضا في عام ألف وخمسة وثلاثين تم الاتصال والعباسيين يطلبون الإغاثة أو الاستغاثة من العباسيين وهنا بدأت التنافس بين الفاطميين والسلاجقة في العهد العباسي المستنصر بالله مثلا ويقول أنا سأساعدك القائم بأمر الله ويقول له لا تخف ويأتي طغر البائي السلجوقي وأخي وأخيه شقيقة إبراهيم يتفقون مع أمير الموصل لاحتلال بغداد 1948 يدخلون إلى بغداد بعلم أبيض ويتمعون ينسكبون يضربون السكك طبعا العملات عن ذلك بأسمائهم وبعد ذلك نرى أن السلاجقة السلاجقة يصبح يحطمون يكسرون النفوذ العباسي وأصبح القادة السلاجقة لهم وزن وسمعة في يماحدون للدخول إلى سوريا فإذن تغرر البيق السلجوقي بعد أن دخل إلى بغداد توجه مع أخيه إبراهيم ومع الزوي تغرر لم يركز على الحجاز أبدا لكن السلاجقة في هذه العباسيين تجاه الفاطميين بمعنى منطقة الحج السلاجقة السنة والفاطميين الشياء هنا التنافس بينهم على منطقة الحجاز فالتنافس الخطبة الخطبة في الحج ستكون باسم من مثلا هنا يبدأ نقطة الانطلاق التنافس الخطبة ستلقى باسم من فالفاطميين يفرضون وزنهم على أمراء الحج أن تكون الخطبة تلقى باسم الفاطميين والشرفاء في مكة كان ينصرون العلوية مثلا من أنصار العلوية فهنا 1046 عام 1046 أمير الحج السلجوقي عبدالغني من اسم العلوي أحدهم طبعا فالدولة السلجوقية والدولة الفاطمية طبعا بخصوص تقديم العون وإتاحة الفرصة للحجاج وإيضا للإتيام بمياه الشرب من أماكن بعيدة إلى منطقة الحج مثلا الحجاج الوافدين من أماكن مختلفة يأتون ويراون يرون من هم شهود عيان الحجاج شهود عيان على الدول التي تقدم الخدمات لهذه الأماكن المقدسة بمعنها وعمل الفاطميون طبعا فإذن هنا عام 1052 و1071 نتيجة الكوارس الطبيعية والجفاف الذي عم مصر مثلا وزلازل ضربت بمصر أنا زاك مثلا مرتين فإذن هنا هذا الأمر حالة دون تقديم المساعدات من مصر الفاطمية إلى الحجاز والفاطميون فقدوا وزنهم بهذه الطريقة ومن الناحية المذهبية الشيعية مثلا استنجدوا بالصليح حاكم اليمن حول الموضوع إلى حاكم اليمن هم يبعث بدنانير 2000 دينار لشرفاء الحجاز وأمير اليمن طبعا حدث بعض التأخر في وصول المساعدات إذن شريف مكة يأخذ بهذه الذهبات ويبيع كل المقتنيات الذهبية مثلا ويبيعها وعام 1070 يبيع كل القناديل الفضية والذهبية والمقتنيات يبيعها ويبيعها أنا أريد أن أختصر طبعا بعض النقاط فعام 1072 حتى 1074 على برسلان سلجوقي بعد أن توفي الخليفة العمباسي أو الأمير العمباسي إلا يأتي يأتي اسمه بدر الجمالي ويرسل شريف مكة مثلا أمير مكة بأن الخطبة تلقى باسم الشيعة الفاطميين ويقول لهم أنه لا داعي من الآن فصاعدا إلقاء الخطبة باسم الفاطميين الشيعة بل باسم السلاجقة يعني إذا نزم الأمر إلقاء الخطبة وإلا سنتردكم سنتردكم ونسيطر على أراضيكم بمعنى أهالي مكة ويضطر الشريف بالإضافة إلقاء الخطبة ونتيج التهديدات التي يتلقاها الشريف في مكة من الفاطميين يلغي كل شيء يتعلق بالعباسيين والسلاجقة وخراسة بما فيها سترة الكعبة ألف تلاتة وستين حتى ألف وواحد وسبعين القادة السلاجقة عندما دخلوا فلسطين والقدس والبصرة والبحرين وما شاء بعد فتح هذه الأراضي الخطب التي تلقيت هنا وضعوا حدا لها وأصبحت الخطب هنا تلقى باسم السلاجقة والعباسيين وإذن الفاطميين فقدوا هيمنتهم الدينية على منطقة الحجاز بعد هذه النقطة فالسلطان السلجوقي يأتي بقافلة قافلة حجاج وصلوا إلى بغداد واتفقوا مع قوافل أخرى على طريق الحج طبعا نظرا لديق الوقت أنا لا أتمكن من التوسع بالتفاصيل وهنا السلطان ملك شاه مع حجاجه مع السلجوقي أيضا وهناك هناك قرون قرون يرتديها المقاتلون أو من يعني من قرون وحوافر الحيوانات كمواد بناء لبناء منارات وأبراج على طريق الحج لمواجهة القبائل البدو فإذا القضاء والقدر أوقف الفاطميين والسلاجقة فتراجعوا بدأوا في هذا الانحطاط بالنسبة للفاطميين والسلاجقة مع مرة السنوات طبعا ف بالنسبة للسلاجقة يواصلون دعمهم ومساعداتهم لطريق الحج لكن مع نهاية القرن الثاني عشر نرى أن الكوارث الطبيعية مثلا بعض الكوارث الطبيعية ويقال مثلا نتيجة المجاعة والقحط والمحل لم يأتي ولا حاج مثلا في احدى السنوات نتيجة القحط والمحل كما قلنا فبالنسبة للتنافس الفاطمي بين الفاطمين والسلاجقة في كعبة مثلا والسيطرة على الحاج وموضوع القاءة الخطب ودخول إلى هذه الأماكن المقدسة وفرض الهيمنة والوزن والسمعة فالتنافس هنا يزداد حدة يعني كل من يرسل سترة الكعبة ويتم الخطبة باسمه هو الذي يفرض هيمنته إذن فعام 1999 في شهر رمضان عندما جاء الصليبيون وهاجم أراضي السلاجقة والفاطميين أيضا الحجاج لم يتمكن من الذهاب إلى الحج في تلك الحقبة أيضا نتيجة الحروب الصليبية وأيضا الفاطميين نرى أن هناك حث يحسون الصليبيين للتهجم على السلاجقة في سوريا مثلا أيضا كان هناك توقف الحجاج عن إداء هذه الفريضة بسبب هذه الحروب وأن هناك هجمات قطاع طرق ومن قبل بعض القبائل العربية البدو أيضا والشعراء والشعراء مثلا يذكر في ذكرياتي أن هناك مرض الطعون الذي انتشر وعم على الحجاج على طريق الحج وتوفو طبعا وأن البدو الصحراء كانوا يقطعون الطرق ويغتنبون وكان يقول القادة كان يقولون ويشجبون هذه الهجمات ويقول في بياته الشعرية وبقصائده ابتعدوا أيها العرب اللصوص عن قطاع عن قطاع الطرق وعن اقتنام هذه الأمور إنها مال الله طبعا لا يمكن أن تذهب إلى الجنة بهذه الطريقة بمعنى ما مفاده الصلاح الدين الأيوبي يتسلم منصب وزاري في دولة الفاطمية وهو يوضع الحد العام 1171 يضع الحد لقاء الخطب باسم الفاطمية فإذا المتنافس بين السلاجقة والفاطمين تنتهي في هذا الوقت في نهاية القرن الثاني عشر فالأيوبيين سنة والسلاجقة سنة هذه نتيجة نجاح السلاجقة شكرا لحسن استماعيكم وشكرا طابط أوقاتكم بعمل الله جمعة مباركة نعم وبدولنا نشكر لك أستاذ عبد الرحمن قلماز من كلية الإلهيات في جامعة قيم الشانة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر